قابضون على الزناد وأحلام استعادة الدولة بعد ثمان سنوات كالقابض على الجمر وسط فوضى التحالفات ومؤامراتها المنسجمة مع مشاريع التيزئة وغياب النخب الوطنية بعد سنوات من التضحية والتلاعب بالشرعية من قبل تحالف المعركة باتت الرؤية أكثر وضوحا بالتعاطي مع الانقلاب الحثي بفعل التحركات الدولية النشطة التي تظهر بأنك مفتوحة على كل الاحتمالات إلا القضاء على مشروع إيران التوسعي في المنطقة والتخلص من أذرعها وفي مقدمتهم ميليشيا الحوثي نحن في جبهات القتال مستعدين لأي معركة ولا نستسلم وبالنسبة للهدنة نحن ملتزمون بالهدنة الأممية رغم خروقات الحوثي إلى الهدنة تبدو الحرب في اليمن أكثر تعقيدا بعد سنوات من قتال ميليشيات الحوثي على امتداد الجبهات وأكثرها سخونة مأرب وشتان بين من ينشد الدولة ومن يؤدي دوره الوظيفية كأداة لتحويل البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات والحرب بالوكالة كل واحد من المكونات الموجودة لا يستطيع أن يقيم دولة ولا يمكن أن يكون له وجود في حضور الدولة وبالتالي المجتمع الدولي خطط أن يكون اليمن بألا دولة والداخل اليمني قابل بهذا الوضع ثمانية أعوام كانت هي الأسوأ في تاريخ اليمنيين نجحت خلالها ميليشيا الحوثي في إغراق البلد بأسوأ أزمة إنسانية كما فتحت الباب أمام التدخلات الإقليمية والدولية التي رمت بثقلها وحساباتها في اليمن لغرض تقويض مشروع الدولة وإبقاء الميليشيات والتشكيلات المسلحة شمالا وجنوبا 21 سبتمبر يوم النكبة فتحت ميليشيات الحوثي الأبواب أمام التدخل الخارجي وأصبحت البلاد مسرح للتدخل الإيراني والاستقطابات الإقليمية تدخل الحرب في اليمن عام غتاسع ومع غتسعت خارطة نفوذ الإنقلابات الممولة إقليميا ودوليا في سياق التحولات الجريئة والقفز على الشرعية اليمنية واستبدالها بمجلس الثمانية الرئاسي الذي هو الآخر يبدو حتى اللحظة غير قادر على تجاوز استلاب الهوية ومصادرة قراره السيادي بالمقابل ينجح الحوثيون وبتواطئ غربي في تجزئة المعركة إلى ملفات صغيرة وعنوين لمجرد المداولة على الطاولة فيما يبقى السؤال الأكثر حساسية الآن هل انتهت فعليا معركة استعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب الحوثي أم سيظل اليمن مخرج طوارئ لاحتقانات دول الإقليم علي الجرادي قناة بلقيس مأرب اشتركوا في القناة